منخفض جوي من الدرجة الثالثة يتوقع أن يؤثر على الأردن مساء يوم غد وسط توقعات بتساقط الثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر وقد شهدت محافظة عجلون الليلة الماضية تراكم للثلوج حيث أبقت الجهات المعنية على حالة طوارئ قائمة استعدادا للحالة الجوية السائدة طقص بارد في معظم مناطق المملكة وثلوج على مرتفعات الجبال في عجلون وجرش وزخات خجولة منها في عمان التي أعلنت أمانتها حالة الطوارئ المتوسطة فيها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة في عجلون أولى المحافظات الأردنية التي يطرق الثلج أبوابها في كل عام تبذل الجهات المختصة جهودا للحفاظ على ديمومة الحياة فيها عشرات الآليات المنتشرة على امتداد الطرق فيما البنية التحتية والتخطيط العمراني صعب من ذلك الآن العمرات المحاذية للشرع من كل الجهات أغلقت المنافذ الطبيعية للمياه وأصبح تتجمع في هذا المكان طبعا الحل الفني والأسلم الذي قبل ثلاث سنوات ارتأته الوزارة بطريقة معينة أنه يتم شفط المياه باتجاه منطقة الشرطة تذهب إلى منطقة عين التياس وبالتالي إلى سد كوفرنجي ووادي كوفرنجي منخفض جوي جديد من الدرجة الثالثة يترقبه الأردنيون خلال اليومين المقبلين يمتاز بشدة برودته وسرعة رياحه وتوسع في رقعة المناطق التي ستشهد تساقطا للثلوج فيها ما يميز المنخفض الحالي سرعة امتداده نحو المناطق الوسطى محمولا بالرعد والبرد ثم إلى مناطق جنوب وشرق المملكة وتوقعات بتساقط ثلوج تدريجيا فوق المرتفعات التي تزيد عن ألف متر عن سطح البحر تمتد حتى فجر الأربعاء كافة الطرق الرئيسية والفرعية في العاصمة عمان سالكة فيما تتوزع مساحات الثلوج وآليات الأمانة للتدخل عند الحاجة اشتركوا في القناة